وإن شاء الله خلينا نتكلم في اللي جاي لأنه طبعا عندنا فرصة فترة توقف اللاجندة الدولية هتكون فرصة كويسة جدا للتقاط الأنفاس عودة المصابين اللعيبين اللي غابوا عندنا لعيبة كتير جدا مؤثرة فرقة كاملة كانت غيبة عن المطش مبارح عندنا أسماء من العرط ييل شناوي أليو ديانج كوكا وسامة بو علي وغيرهم وغيرهم الحقيقة كانوا غايبين ففرصة للتقاط الأنفاس وعودة المارد واستعداده العودة إن شاء الله بإذن الله تكون في نهاية الشهر الحالي مع مشوارنا في دولي الأبطال عندنا بس مطش المهم جدا يوم الثلاثة اللي جاي أمام البنك الأهلي بعدها هيكون في تدريب أعتقد يومين أو ثلاثة أعتقد نستر كولر قرر أنه الأهلي أو الفرقة توصل تمرينها لغاية يوم الثلاثة طبعا بعد انضمام الدوليين لاختارهم كابتن حسام حسن كابتن حسام اختار عشر لعيبة من نادي الأهلي هقول لكم هتكلم عن المنتخب كمان شوية لكن خليني أقول لكم أنه مستر مارسل كولر قرر بعد مطش البنك الأهلي أنه يبقى فيه تمرين لمدة ثلاثة يام أربع وخميس وجمعة وبعد كده يبقى فيه راحة سلبية لمدة أسبوع وبعدها يرجع الأهلي يستعد بقى المشواره دور التمانية إن شاء الله في دوري أبطال إفريقيا طيب النهاردة كان فيه تدريبات سنشفائية زي ما حضراتكم شايفين حتى اللعيبة اللي شاركت فيه المباراة شاركت في التمرين بشكل كبير ديانج إن شاء الله أجرع عملية جراحية نكحة ورجع للقاهرة إن شاء الله أو رجع للقاهرة بالفعل ودكتور أحمد جبالة طبيعي الفريق قال أنه ديانج بدأ من النهاردة ينفذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل البدني اللي اتحدد له وطبعا هيكون برا الحسابات في الفترة اللي جاي لكن زي ما قلت لكم كل المصابين أعتقد هتكون فرصة كويسة جدا فترة التوقف فترة التوقف تقريبا هنتخش في ثلاث أسابيع فرصة طيبة جدا للجاز الفني إنه يبص على اللعيبة سواء اللي بتنفذ برنامج تأهيلي أو اللي مصابة رضا واحد من الأوراق اللي أعتقد بقى فرصة كويسة لأنه يرجع فورما مرة تانية واحد من الأوراق المهمة جدا اللي افتقدناه الفترة الأخيرة عبدالقادر واحد من الأوراق المهمة كوكا شناوي خلد عبدالفتاح كل دول الحقيقة أوراق ممكن تدخل في الحسابات فترة اللي جاي طيب زي ما قلت لكم أليو ديانج خلاص بدأ في تمرينة النهاردة ورجع بالسلامة كان عمل عملية عملية إزالة جزء من غضروف الرجبة والعملية تمت الحمد لله بن جاح ورجع القاهرة وبدأ ينفذ البرنامج التأهيلي اللي حطوله دكتور أحمد جبالة طبيب الفريق وبالتالي إن شاء الله مع برنامج التأهيل ممكن جدا على استكمال مشوار الأهلي سواء في الدوري طبعا بطولة الدوري اللي إحنا ملعبناش فيها غير سبع مطشاط خد بالك أنت مطش للبنك الأهلي ده تام مطش في مشوار البطولة من أصل كام 34 فأنت فعليا فعليا ما ابتدتش بطولة الدوري يعني طبعا هتبقى في حاجة مسا ولسه عندك بطولة دوري أبطال إفريقيا فبالتالي هتبقى في حاجة مسا لكل الأوراق إن شاء الله بإذن الله يكون فترة دي فترة تعودة كل المصابين ويكون الفريق في يعني كامل الجهزية لبداية المشوار الصعب والأصعب طبعا قادم في دوري الأبطال طيب ده بالنسبة لديانجو بالنسبة للنادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر